سؤال مهم دي يقول أنا كنت متجوزة حد كويس جدا بس للأسف ما كنتش عارفة أحبه ما كنتش عارفة أحبه خالص وقابلت حد تاني وتعلقنا ببعض وطلبت الطلاق وبالفعل طلقت بعد فترة طويلة من طلب الانفصال وتزوجت هذا الشخص الحمد لله ربنا أكرمني وطلع حد كويس جدا وبيراعي ربنا فيه ياوي وبقالنا سنين متجوزين لكن المشكلة اللي منغصاني ومنغصاه هو عقدة زنب زوجي السابق علما بأنني ملتزمة جدا وقريبة من ربنا والحمد لله بس فعلا أنا حاسة نفسي شخص أقرب لربنا وأفضل وأنا بحب زوجي وأرعيه في غيابه وحضوره شخص أفضل من الأول بكتير بس مشكلة المرعبة بالنسبة لي هي الزنب أرجو الإفادة لا يا مشكلة المرعبة أنت زوجك هو البرفكشنستية والجلد الزيت أنتوا حصلوكم دلوقتي أنتوا عملتوا زنب زنب إيه أنا ما عرفش حجم الزنب اللي أنت بتقولي عليه لأن أنت بتقولي أن أنت فضلت بينكم علاقة حب علاقة حب بفترة طويلة لغاية ما حصل الانفصال أنا ما عرفش إيه التفاصيل لكن في الأخذ خالص أين كانت هذه التفاصيل أنتوا ما تبتوا ما إلى الله تبتوا ما إلى الله لأن أنت لا قلت لي أن الشخص ده خببك على زوجك يعني أفسدك من أجل أن تطلب الطلاق ما فيش في السؤال ده كده ففرض أني ده حصل ده مش فرض موجود عندي في السؤال أنت إيه اللي حصل أنت حسيتي أني حياتك مع زوجك لن تستقين امرأة راحت إلى رسول الله سنة وقالت أني أكره الكفرة بعد الإيمان ولما سألها قالت له أن هي فيه امرأة أخرى لما سألها رسول الله سنة قالت أن هي ما بتحبش تشوف زوجها في وسط الرجال فإيه اللي حصل فسابتوا أنا مش هاخفل عن البعد اللي أنت يا إله اللي هو بعض أني كان فيه رجل تاني وأنا ما عرفش حجم الخطأ اللي حصل إيه بما أننا خلاص حصل الطلاق وإنتي ما قلت ليش أن فيه تخبيب يبقى زواء يبقى إن الانفصال إذا كان فيه ميل لرجل آخر وإحنا تبنى خلاص تبنى إلى الله إحنا اتنين تبنى إلى الله هذا الزواج اللي أنتوا فيه يعني يبقى زواج صحيح وليس فيه أي احتياج بعد التوبة اللي أنتوا تجلدوا نفسكم المشكلة في الحقيقة أننا حاسس أن أنتوا الاتنين عندكم هذا التفكير المفرد اللي هو الوفرثينجينج وده وتلابد أن أنت تقلعوا عنه بإن إيه بإن إحنا تبنى وإنتوا مش بتحبوا بعض عشان أنتوا ملايكة أنتوا أخطأتوا أخطأتوا إيه لما ملتي لحد وإنت إيه على زمة راجل وتبنى إلى الله وتزواجنا زواج شرعي وإيه عايشين مع بعض تعملي إنت إيه بها تستمري في حياتك وخاصة أن أنتوا الاتنين مقبلين على الله أسبوعه وتعالى أنا أظن أن لو سمحتولي يعني بالتحليل أنت وزوجك عايزين تعملوا كده ليه لأن أنتوا مش عايزين تحسوا أن أنتوا الاتنين فقدتوا أحد المعاني الأساسية اللي أنتوا حاولتوا بقدر الإمكان أن أنتوا تداووا ما حدث أنتوا دوتوا ما حدث أن أنتوا أقرب إلى الله وأن أنتوا بتحبوا الله سبحانه وتعالى خلاص استمروا في حب الله واستمروا في القرب من الله وأنتم تبتوا والتوبة تجبوا ما قبلها فتبتوا إلى الله سبحانه وتعالى مش محتاجين أن أنتوا تجلدوا زواتكم شيلوا من دماغكم أن أنتوا كل ما تجلدوا زواتكم كل ما زوجك مثلا نحس بأن أنت وارعة أو كل ما جوزك بيجلد ذاته أنت بتحس أن زوجك ده بتع ربنا لا كل واحد فيكم هايبقى متدين وكل واحد فيكم هايبقى بيحب الله ورسوله لما كل واحد فيكم يتقل الله في نفسه لما يتقل الله في زوجته مش محتاجين تعملوا مأساة مش محتاجين تعملوا تمثيلية مليئة بالدراما بلاش الدراما الدينية اللي انتوا بتعيشوا فيها دي هذه الدراما الدينية انتوا مش محتاجين لها خالص انتوا تبتوا الى الله سبحانه وتعالى وفي زواك سرعي عيشوا بقى مع النور والبركة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم ومش محتاجين ان انتم تعملوا كل الدرامة دي